وعلى هامش قمة مجموعة العشرين بالهند التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار الألماني أولاف شولتس استعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات لسيما قطاعات النقل والتصنيع والطاقة هذا فضلا عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار الألماني أولاف شولتس وذلك على هامش ناقدي قمة مجموعة العشرين بالهند صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين أشاد بتطور مسارات العلاقات السنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات وهو من عكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين على مدار السنوات الماضية مؤكدين تطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنصيق والتشاور السياسي